موسيقى موسيقى السلام عليكم قبل ما بلش هذا الفيديو اذا عندك اي تساؤل عني اي معلومة بدك تعرف عني كتب ليها تحت في الكومنتات رح تنامل فيديو اسئلة نجاوب فيه على الاسئلة المتعلقة فيني او اي شيء بدك تعرفه يعني كتب ليها تحت في الكومنتات رح تجاوب عليه في حلقة منفصلة وكمان تحت في وصف هذا الفيديو رح تلاقوا رابط الانستغرام طبعي فاذا يعني هيك مش ولا بد بدك تعملولي فولو كمان على الانستغرام تحت الرابط رح يقوم موجود وهلا بدون رأي تأخير خلينا نبلش في مناقشة الحلقة الخامسة من انمي قاتل الشياطين ديمون سلايا طبعا بالبداية خلينا نذكر انه الحلقة الرابعة انتهت وقت اللي كان تانجيرو بلش يعلق مع داكي وبلشت القتالي والمعركة بيناتهم وانا نحالنا انه هاي المعركة رح تمتد للحلقة الخامسة وفعلا والله ما كذبنا خباره كانت الحلقة الخامسة نصة متعلقة في تانجيرو داكي تحديدا المعركة بيناتهم في كتير كتير معلومات وكتير اشياء شفناها خلال هاي المعركة وباقي الحلقة ونصة التانية من الحلقة كانت متعلقة في باقي الشخصيات وطبعا لمشهد افتتاحي لهاي الحلقة انه اوزوي شاف اول زوجة من زوجاته وبعد ما فكه وخلصها هو اعتنى فيها وتأكد انه هي بخير وامن عليها بلش بقى يرحق الشيطان المتواجد في المنطقة الترفيهية في الحي اللي هن متوجدين فيه فالحدث اوزوي بيقاله أنه تحت الأرض فيه شيطان فهو بنسقذ يبحث تحت الأرض وطبعا مثل ما بنعرف انه تانجيرو وداكي هنا فوق العرض في معركة بيناتهم اوزوي ما كان عارفه فيه المعركة بين تانجيرو وداكي هو كان حيزا انه فيه تحت الأرض وطبعا النص التاني من هاي الحلقة متلما حكيت قبل شوي انه كان متعلق في باقي الشخصيات اللي هو بقى محلة مديجي اوزوي وشيل عبوفية تحت الأرض احنا انجاهد لموضوع ونصة التاني هي الحلقة كمان فخلينا بلش اول شي في المعركة بين تانجيرو وداكي طبعا اول معلومة منعرفها ضبا هاي المعركة اللي صارت هو انه السيف بدين لثم ووقت اللي بيكون صاحبه دون المستوى طبعا هاتش يشفنا ووقت اللي داكي بتطلق على تانجيرو بتقوله شوف سيفك اساس اننا نلثب ونحن السماء بلشنا فبيطلع حيك تانجيرو بيصيبه شوية احباطه لا قد احباط فورا بيروح بعد ما يقول انه انا ممكن انافس اي رتب عليا بس قبل ما يوصل لقناعة انه هو ممكن يواجه رتب عليا فكر بشغل كتير مهمة انه تنفس الماء هو غير قادر انه يعمله وطبعا سبب انه جسمه غير مؤهل انه يعمل تنفس الماء ومن بعد حس انه جسمه بيتأقلم اكتر عند استعماله لهينوغامي كا جورا واللي هي طبعا رقصة اللهب وسبب انه هو بيحسن يعمله اكتر من تنفس الماء بسبب انه جسمه بيتوافق مع رقصة اللهب اكتر من تنفس الماء ولكن تاجي لو كان عنده مشير ثير كبيره انه هو ما بيحسن ان ينفسها بسبب الضغط يلي بتوسل على مفاصله جسمه بشكل عام ما بيحسن ان يعملك كضربات متتالية ضربة وحدة وكان بيتتعب ما بإحسن يكمل وبطبعا هو بيعرف هذا الموضوع بسبب انه هو بقت اللي كان يتدرب كان يحاول ينفذها ولكن بعد اول ضربة ما بيحسن يعمل شغلات متتالية بسبب انه الجسمه بيتعب فهو كان دائما يتدرب عليها لدرجة انه هو ما مرة حيث ينفزه وراء بعض او ضربتين متتاليات وراء بعض فاجه هو بوقت اللي كان عب يتنفس مع ذاك دخلنا في العامل النفسي تبع الشخصية تبع تانجيرو انه يا انا يا هي يا انا بده نفس بقى رقصة اللهب مثل عطل الخلق يا اما بده موت ما عندي حال خلاص انا بده اواجه او انا عندي القدرة انا مثل يقوله صار في عنده هيك في قبل نفس انه انا بحسن بواجه الرتب العليا انا بحسن بقدي رقصة اللهب بشكل جدا ممتاز وفعلا والله تانجيرو ما كذب خبر وحاول انه هو يقدي رقصة اللهب اول ضربة طلعت هيك داكي عليه انه اه يعني انا بده اصده ما عند اي مشاكل فبيفاجئة تانجيرو انه هو بيختفي وبيظهر فجأة من لا مكان لحتى ينفز الضربة التالية ولكن بسبب بطءه انه هو ما حسن يعملها او بالاحرار حسن يعمله لكنه هو بطيء لسا تنبي؟ يعني ما عنده السرعة الكافية انه ينفز هاي الرقصة ينفز هاي الضربة ويقتل شيطان كامل فداكي اسرع منه عرفت انه هو بطيء حسن تتفادى هاي الضربة وبعد ما داكي تتصدر الضربة بتحاول انه يتوجه على ضربة مباشرة ممكن تكون هي قاتلة ولكن بسبب انه اخذ ولاية الدفاع حسن يسيطر على الوضع ورجع بده يضربه كمان مرة ولكن بسبب تنفس التحسن حسن انه هو يتفادى الضربة ويرجع يقوم ويتحسن بطريقة ما لحتى يرجعي نفس دكي من بعد هدا مشهدا بيخلص والمعركة بتتأجل كمان للحلقة السادسة وانا كنت كتير 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 مبسوط انه المعركة بلشت من الحلقة الرابعة ولسه تتواجد في الحلقة السادسة صراحة معركة جدا جميلة عبتتطور شخصية تنجيرو حلقة ورا حلقة وبالذات انه كمان الاحداث عبتتطور حلقة ورا حلقة هاد الشي صراحة مفرحني كان عندي تخوف من هاد الموضوع لكن اوكي ما عندي اي مشاكل الاحداث عتتطور شخصية تنجيرو عتتطور وبالذات هاي المعركة تحديدا عبتطور من شخصية تنجيرو درجة نهو صار واثق من نفسه انه انا عب حسين بواجه الرتاب العليا فهاد المشهد كان كتير مهم هاي المعركة كانت كتير مهمة لتطور الاحداث وتطور شخصية تنجيرو على واجه الخصوص قبل ما ندخلوا بنناقش النص التاني من الحلقة شغلت الكل النار ولا يعني بل كيك تدفو في الشتاء بل كيك تدفو طيبا بعدها تلمشهد ببلش النص التاني من الحلقة ومشوف انه اينوسكي عنده ميزة معينة وهي انه هو بحسن يفصل مفاصله عن بعضه لدرجة انه هو بحسن يدخل في اي مكان بمعنى اخر بسبب فصله للمفاصل وتكسيره ومدري ايش اذا دخل رأسه من اي ثغرة ان كانت معناته بحسن يدخل جسمه وهذا الشي اللي بصير وقت ما نشوفه انه هو بيدخل بنفق يلي كان عب بيحكي عليه بالحلقة الرابعة هو وتنجيرو انه في نفق بيدي لأي الناس اللي او مكان الناس اللي خيطفتون داكيه وفعلا بيلاقي اينوسكي هذا نفق بيدخل فيه وبيلاقي الناس اللي خيطفتون داكي موجودين وطبعا مثل ما نعرف انه داكيا عنده ميزة معينة انه هي بتحسن تفصل الحزام او بتاخد حزام من حزمته الموجودة عنده وتتركه في مكان معين تحبس فيه حدا او تمسك فيه حدا او هكذا ففي المكان المتواجد فيه الناس تركه حزابا احزمته موجود بحسن بحكي معها بحسن وتواصل مع بعضهم هي لمسك العالم وطبعا بعدها من شوف ان اينوسكي بلشت المواجهة بينه بين الحزام بيبلش يضرب ويقطع في هذا الحزام وفجأة بيضرب ضربة معينة وبتنزل الزوجات التينتين الباقيات لطبع اوزوي مثل ما بنعرف انه هو في بداية الحلقة انقذ اول زوجة وانوسكي بانقذ الزوجات التينتين وبيبلش انه هن بيساعدوا ليضربوا هذا الحزام ومدري ايش فبيصير اينوسكي والزوجات التينتين تبع اوزوي ضد هذا الحزام فبينزل وزلقت الكلب فبيدخل بقى عنا زينوتسو واللي هو طبعا دخل دخلة مش طبيعية ابدا تنفس الرعد تبعه مدري ايش هزيم الرعد وبلش يضرب ويكسر وهي صراحة انا شيء بحشق صراحة زينوتسو بحشق تيمون سلاير بحشق قاتل الشياطين وقتل زينوتسو بيستعمل التنفس تبعه صراحة جدا 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 رائح بيدل على قوة جدا قوية فبينزل هنا الاربع بيضربوا هذا الحزام وبكسروا بيطبشوا ومدري ايش لحتى بقى يدخل اوزوي بطريقة صراحة رهيب سريع بيضرب مو طبيعي ابدا اوزوي حكينا عليه في هذه الحلقة ولازم نرجع نأثني على موضوع ان هو عنده يعني بلقط الشغلة لقط ما بتحس عليه سريع بصراحة مو طبيعية بحس عنده حاسة مش طبيعية فصراحة اوزوي انا من اكتر الهاشراز اللي حبيتهم لحد الان فبطريقة ما صراحة دخل دخلته وعمل جو حلو في الحلقة في النصر الثاني من الحلقة وشفنا انه هنين شافوا العالم المحبوسين اللي داك يحبستهم وقضوا على الحزام وبعدين قالوا الحالة انه خلاص لازم نروح بقى ونشوف الشيطان او الجزء الاساسي تبع هذا الحزام لانهن بيعرفوا انه هذا الحزام ما هو الشيطان الرئيسي في جزء رئيسي متحكم في هذا الحزام فهلا لازم نستنى الحلقة السادسة اسبوع الجاي يوم الاحد لنشوف اش رح يصير بالضبط نشوف تانجيرو شلون رح يتنافس معدك ونشوف باقي العالم رح يجوي ساندو ولا اش رح يصير بالضبط انا صراحة مبسوط من هذا الارك انه حلقة ورا حلقة عبتتطور شخصيات عبتتطور القصة عبتتطور الاحداث وبنفس اللوقت والشغلة الاهم بالنسبة لي انه تجي حلقة الرابعة حلوة الخمسة احلى الخمسة حلوة السادسة رح تكون احلى وهكذا هذا الشيء صراحة جدا جميل لنتطور شغال على كل النواحي الحلقة صراحة كانت جدا جدا جميلة عجبتني كتير ومتل ما قلت لكم كانت احسن من الحلقة القبلة والحلقة كانت احسن من القبلة وهكذا فعلى الاغلب انه الحلقة الجاي رح يكون العلاقة بالذكريات او رح يكون العلاقة بشيء قديم حيصير فممكن ينلاقي شوية فلاش باقات ولكن بطريقة ما الحلقات حلوة عبتطور ان هذا الشيء طبعا كتير كتير عجبني هيا كانت اا رأيي او هدا هو بي كان رأيي عن الحلقة الخامسة من انمي قاتل الشياطين ديمون سلايا عطوها رأيكم كمان تحت في الكومنتات خلونا تناقش في الاحداث واذا انت قرق المانجا لا تحرق لا تحرق قرب شوي لا تحرق اذا عددوا تكون هاي الحلقة تركوا لايك على هذا الفيديو شتركوا تحت في القناة اذا ما لكم مشتركين وفي الوصف في رابط الانستجرام طبعي كمان اذا متولي فولو ما بقول لا على الاطلاق وبنفس الوقت اذا بتكون تعرفوا اي شي عني اي سؤال بتكون تسألوني اي شخصي طبعا بتكون تعرفون عني كمان كتبوا تحت في الكومنتات رحنا من حلقة خاصة مثل ما حكينا هذا كل شيء عندي فيديو اليوم مشوفكم الاسبوع الجاي والله ما عليكم